بسم الله الرحمن الرحيم نستمر في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى مع الوحدة السابعة تقييم وتشخيص صعوبات اللغة الشفاهية والوعي الصوتي والدرس الثالث مقياس المهارات اللغوية الآن سوف نتنقل في بعض فقرات مقياس المهارات اللغوية الذي يقيس اللغة الشفاهية ببعديها التعبيرية والاستقبالية لنتعرف على كيفية يمكن أن تكون هذه الفقرات نبدأ أولا هناك بيانات أساسية مثل اسم الطالب المدرسة الجنس الصف ثم نبدأ بالبعد الأول اللغة الاستقبالية الآن هذا فقرة يستمع ويستجيب لنص هنا من التعليمات يقرأ النص بشكل واضح على الطالب ثم يطلب منه الإجابة على الأسئلة اللغة الشفوية يعني الطالب ما يقرأ النص يعني لو الطالب قرأ نص الآن ثم أجاب يكون هذا استيعاب قراءة وليس استيعاب لغة شفهية وهذه القصة موجودة الآن ثم يوجد عليها بعض الأسئلة يعطي الطالب علامة إذا أجاب على ثلاث أسئلة من خمسة بشكل صحيح هنا أو هنا مثلا فقررت ليها يغلق نص شفويا الآن اقرأ النص على الطالب بشكل واضح ثم قل له سأقرأ عليك النص مرة أخرى منقوصة الكلمات اقرأ النص واحذف الكلمات التي بين الأقواس وقل للطالب استمع واذكر الكلمات الناقصة في النص الآن تقرأ هذا النص على الطالب ثم تحذف هذه الكلمات وتسأل الطالب حتى يقوم الطالب بقراءة الكلمات أو بذكر الكلمات الناقصة في النص يعطي الطالب علامة إذا أغلق ثلاث كلمات من خمسة بشكل صحيح الآن هذه الاستيعاب السمعي للمفردات قل للطالب سأذكر عليك أربع كلمات استمع واذكر الكلمة المخالفة خاروف، حمار، نسر، كنغر أين الكلمة المخالفة؟ إذا أجاب الطالب يأخذ علامة يختار الكلمة المناسبة من ثلاث كلمات الآن جملة ناقصة كلمة ويختار الكلمة المناسبة يتبع التعليمات الشفوية سأطلب منك القيام بعض الأشياء انتبه جيداً لما أقول وفعل ما أطلب منك كما هو الآن ستقرأ التعليمات على الطالب بشكل واضح وتنتظر إجابة الطالب يرتب كلمات الجملة المبعثرة استمع إلى الكلمات المبعثرة وشكل منها جملة مفيدة الآن تقرأ هذه الكلمات على الطالب وتنتظر من الطالب أن يعطي جملة صحيحة يرتب الجمل المبعثرة ليشكل فقرة الآن جمل مبعثرة تريد منه أن يشكل فقرة يكرر الجملة الآن عندما يذكر عليه جمل مكون من خمس كلمات يكررها بشكل صحيح قل للطالب استمع إلى الجمل الآتية وكررها من الذاكرة اقرأ الجمل بشكل واضح وانتظر إجابة الطالب الآن بعد اللغة التعبيرية يعيد سرد قصة قل للطالب استمع للقصة لا تواعد سردها بشكل صحيح اقرأ القصة بشكل واضح للطالب وثم إذا أعاد الطالب السرد بشكل صحيح بست أفكار متصلة يأخذ علامتان يعطي توجيهات للانتقال المكان الآخر في المدرسة اطلب من الطالب أن يصف لك كيفية الوصول للمكتب المدير أو الساحة أو المقصة أو الحمامات أو ممكن أي شيء تراه أنت مناسبا كفاحص إذا أجاب الطالب بشكل صحيح بعبارات واضحة يعطي علامة يعطي توجيهات لإنجاز مهمة أو عمل ستطلب منه أن يذكر كيفية عمل الواجبات البيتية أو كيفية القرار الامتحان أو أي مهمة يراها الفاحص مناسبة يذكر الاتجاهات أشر إلى يدي الطالب ورجليه وسأله عن اتجاهات يمين يسار إذا أجاب الطالب بشكل صحيح يعطي علامة أيضا يسأل أسئلة تامة حول قصة أقرأ القصة على الطالب بشكل واضح ثم بعد ذلك قل للطالب استمع القصة وسأل ثلاث أسئلة تامة عن القصة يعطي الطالب علامة إذا أعطى اثنين من ثلاث أسئلة صحيحة ترجمة نانسي قنقر